يا ترى اول حاجة بتيجي في بالك اول لما بتسمع كلمة في تين اكيد هيكون الصوت المثالي او ممكن يجي في بالك البيم دابلو دي او الليكزيس او حتى سيارات الفورمولا 1 بس الحقيقة ان محركات الفي تين ظهرت في فترة كده وسيطرت على كل حاجة من السيارات اللي بتمشي في الشارع لحد وخش الحلبات المحركات دي صوتها مش محتاج توصفه هو بيوصف نفسه فيه حدة ونعومة وفيه حاجة كده بتختارك ودنك وبتوصل لقلبك في الحلقة دي انا مش جاء عشان اقولك ان محرك الفي تين هو محرك وسطي من الفي ات والفي تولف وبس لا في الفيديو ده احنا هنا عشان نفهم الحكاية ونعرف المحرك ده جي منين وليه اتعمل وليه اختفى وازاي لسه الناس بتحب صوته لحد دلوقتي قبل ما نبدأ الفيديو ادعمنا وانزل اعمل لايك ولأول مرة شوفنا اشترك في القناة وفعل الجرس عشان نوصل لك كل جديد ويلا بينا نبدأ الحقيقة اللي ما تعرفاش ان محركات الفي تين ما بدأش في السيارات لكنها بدأت في الشاحنات كان فيه شركة كده بتدور على محرك يكون اقوى من الفي ات بس يكون اخف وابسط من الفي تولف فمن هنا جات الفكرة احنا ليه ما نعملش محرك من 10 استونات ركرة عبقرية مش كده بس هنا بتيجي المشكلة انك لما بتيجي تصمم محرك من عدل استونات فردي بتدخل في متاهة متاهة من التوازن والاهتزازات اول محرك في تين حقيقي في سيارة ركوب ظهر مع ضدج فيبر بس المحركات الفي تين ما راحتش للصعبان الامريكي كده بسرعة لان الحكاية بدأت قبل كده بكتير بس الاول تعالى نعرف ليه اصلا نختار المحرك في تين ليه ما نزودش اثنين سيلندر بس ونروح للفي تولف او ممكن ننازل اثنين سيلندر ونروح للفي ايت ونريح بالنا بس الحكاية كلها في التوازن والقوة والوزن محركات الفي تولف كانت دائما مرتبطة بالقوة والتراكي بس وزنها كان كبير ومعقد جدا ومحركات الفي ايت ممتازة بس عم بتحس انك عايز حاجة انعم واسرع في السحب وكمان صوتها يكون فيه نغمة اعلى فهنا بقى جات الفي تين مش عشان هما مش عارفين نختاره لا عشان هما كانوا عاوزين يعملوا حاجة مختلفة لو جينا بوصينا لبعض الحالات زي بي ام دابليو مثلا اللي كانوا بيجربوا انهم يوصروا شعور الفورمال اون في صورة الشارع فقال لك احنا نجرب الفي تين لهو التنفس الطبيعي وده لانه بيلف وبيطلع عرب ام عالي وكمان بيطلع صوت خيالي ودي كانت نتيجة تجربة فريدة محرك بيجمع بالتوازن ونعنف بس المشكلة ان هندسة الفي تين مش سهلة كل ما تزون عدل السلندرات كل ما زالت تحديات في التوازن والتبريد وكمان التكلفة مع كده الشركات الكبيرة كانت قد التحدي وبدأنا فعلا نشوف الفي تين بتنزل في عربيات جمدة جدا الغريب ان معظم الناس اول لما تسمع كلمة في تين تفتكر الفورمال اون بس الحقيقة الشارع هو اللي كسب السباق اول تطبيق بجد لمحركات الفي تين كانت في الشاحنات ودي كان في بعض الاستخدامات الصناعية لكن اول صارت ركوب نزل بمحرك في تين كانت في دوجي فيبر وده حصل في سنة 1991 يعني قبل ما نشوف المحرك ده في الفورمال اون بسنتين الفورمال اون ما استخدمتش الفي تين الا في انتصف التسعينات وبالقى تبقى شائعة جدا في سنة 1996 ومن وقتها سيطرت على الساحة لحد ما القويونة تغيرت في 2006 وقالوا ان القويونة تغيرت كان هيفضل الفي تين موجود يعني نقدر نقول كده ان المحرك ده اتولد في الشارع وتربى في الحلبة وخلى كل اللي سمعوه حبوه تعالى بقى نروح لجرار الاساطير الناس اللي خلت الفي تين وخلته بطل في قصة كل عربية اولهم وقدمهم هو الدوجي فيبر الدوجي فيبر اللي بتنزل بمحرك في تين 8 لتر تنفس طبيعي مفيش تربهات ومفيش الكترونيات كتير بس في عضلات العربية دي كانت زي صعوبان سام صوتها خشن وقوية وعنيفة سيبك بقى من امريكا وتعالى بقى اخدك ونطلع على اوروبا وخلينا نبدأ بمعشروط الكل البي ام دابليو ام فايف العربية اللي الناس كانت بتقول عليها صارت فورم لوان باربع جواب واللي نزل بمحرك اس اتي فايف في تين تنفس طبيعي بيطلع اكتر من خمسمائة حصان وبيوصل كمال ل 8252 ارب ام العربية دي انت صوتها مش بتسمعه انت بتحس بيه فدلوقتي بقى نسيب اوروبا ونطلع علي اسيا لان عندنا التحفة اليابانية الليكزيس الف ايه بس المرة دي ممحرك في تين حجمه اصغر بس صوته مش محتاج هتكلم عنه والعربية دي انا مش هتكلم عنها كتير لان كلنا عارفين افدئيه الليكزيس الف ايه صوتها يجنن ده غير كمال ان عندنا الاو دي ار ايت ودي برضو بمحرك في تين واللي خادت نفس المحرك بتاع اللامبارجيني جلاردو وهوراكان والاو دي ار ايت عربية سوبر كار عظيمة جدا وطبعا ما ننساش اللامبارجيني لامبارجيني جلاردو وهوراكان ودول اللي توالدوا على صاروخ الفي تين ساعات تحس ان المحرك ده معمول مخصوص لعربات لامبارجيني ودي بس كانت شوية اسماء لسا لنا كلام تاني في الفقرة اللي جاية عن الفي تين ولكن في عالم السباقات لو كنت عشت فترة التسعينات وبدأت الالفينيات فانت اكيد فاكر الصوت ده الصوت اللي بيبدأ من لشيء ويعلى ويعلى لحد ما يوصل لتسعتاشر الف ارب ام الصوت بيخلي السمزة نفسها ترج زي ما قلنا محركات الفي تين دخلت عالم الفورمولا 1 في منتصف التسعينات ودي كانت بمثابة صورة قبل كنا كانت معظم الفرق بيريستخدم الفي ايت والفي تولف بس طبعا كان بيقابله مشاكل كتير اللي كان بيستخدم الفي تولف كان عارف ان المحرك ده تقيل ومعقد واللي كان بيستخدم الفي ايت كان عارف انه مع محرك خفيف بس كانت قوته محدودة وهنا بقى جيل الفي تين وقدم من لكل المحركات ما عرفتش تقدمه وزني خفيف وقوة كبيرة وكمان صوت مفيش زيه من سنة 1996 لحد 2005 معظم الفرق في الفورمولا 1 استخدمت محركات الفي تين زي رينو وبي ايم دابليو وفراري لكنها ما طولتش وكمان في هوندا وتيوتا وبرضه فيه مرسيدس مع مكلارين وكانت كل شركة بتحاول توصل لأكسى حدود للأداء لكنهم كانوا بيوصل الارب ام لفوت 18000 وفيه بعد الفرق وصلت ل19000 ويمكن أكتر لابتعالوا نعرف أشهر المحركات في الحقبة دي عندنا محرك البي ايم دابليو بي اي تي سري اللي ركب على سيارة الويليمز الاف دابليو توني سيكس وكان بيطلع حوالي 900 حصان وده كله من محرك 3000 سي سي بس وكمان فيه محرك الرينو الاري اس 24 وده اللي فاز ببطولة العالم مع فرناندو ألونسو سنة 2005 وكمان فيه محرك المرسيليس الاف او اليفين زيرو ار واللي ركب على سيارة المكلارين الام بي فور وده كان واحد من أقوى المحركات في التاريخ من غير تيربو لكن مش بس القوة وحدها هي لصحرة الناس لأ الصوت الصوت اللي بيخليك تحس ان العربية بتغني كده وهي بتعدي القرب ايم العالي مع نعومة الفي تين كان مزيج مثالي وده اللي خلى ناس كتير تعتبر ان الحجبة دي هي أمتع فترة في تاريخ الفورمال 1 ولكن زي أي حاجة جميلة لازم تيجي لحظة النهاية في 2006 الاتحاد الدولة الاف اي 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 قرر ان يفرد محركات الفي ايت عشان يخفف السرعات والتكاليف وبرضه عشان السلامة ومن وقتها صوت الفي تين سكت عن الحربات طب انت كل شوية عملت وقل لي صوت 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 طب يا طاري ليه صوت الفي تين فريد من نوعه تعال اقول لك اول حاجة لازم تفهمها ان عدد السلندرات بيفرق جدا في طريقة توزيع الانفجارات جوه المطور يعني مثلا محرك الفي تين بيولد عشر انفجارات لكل دورتين وده اللي بيخلي فيه مزيج بين الاثنين التلدد العالي بتاع الفي ايت والنغمة الناعمة بتاعت الفي تولف يعني ايه الكلام ده يعني السوت اللي طالع بيبقى فيه حدة وصرخة زي الفي ايت بس في نفس الوقت بيكون ناعم وموزون زي الفي تولف كأنك واخد احسن حاجة في الاثنين ومركبهم في محرك واحد وكمان لان الزاوية بين السلندرات بتكون على شكل حرف فيه واللي غالبا بتكون 72 درجة وده بتساعد ان الانفجارات تحصل بتوزيع منتظم وده بيخلي الصوت نغمي ومسيكي اكتر من كونه ميكانيكي غير كده محركات الفي تين كانت دايما بتلف بارب ايم عالي جدا وخصوصا في الفورمولا 1 وده اللي بيديها صوت حد جدا وبيوصل لحد الصفير واخيرا صوت الانتيك والاكزوست صوت الانتيك والاكزوست في الفي تين بيبقوا في سينفونية متنغمة تحس كل سلندر بيرد على التاني وكل نبضة صوت لها احساس الصوت ده مش بس بتسمعه طيب يحرك مشاعرك ويفكرك ليه احنا بنحب الميكانيكا اصلا طبعا في نهاية اي كسة لازم تكون حزينة بس استنى الفيديو مخلص تعالى بقى اقول لك ليه محركات الفي تين اختفت ويطرة راحت فين الموضوع بسيط بس في نفس الوقت مغلم شوية محركات الفي تين كانت عظيمة وقوية وصوتها جنة ولكن العالم بتغير واللي كان عظيم من عشرين سنة بقى مش اقتصادي او مش صديق للبيئة اول ضربة جت لمحركات الفي تين كانت في استلاك البنزين محرك الفي تين بيأكل بنزين بشراسة العربات الحديثة بقت كلها ماشية في فكرة الاقتصاد والزبون بقى دايما قبل ما اسأل عربية دي بتجري كام بقى اسأل عربية دي بتشرب بنزين قديه لكن تاني ضربة جت لمحركات الفي تين هي الانبعاثات والكربون اللي علن كله داخل في موجة الهفاظ على البيئة وظهر القوانين صارمة من اوروبا وامريكا واسيا والمصنع اللي مش قدر يوفق نفسه مع المعين البيئية هيتغرب ملايين وطبعا تالت ضربة هي التيربو هتقول التيربو هقولك اه التيربو التيربو حرفيا ندخل وغير اللعبة دلوقتي انت لو جبت مطورة 4 ستيندر صغير وحطيت عليه تيربو هيطلع قوة هتكون مقاربة جدا لمحرك الفي تين بس هنا الاختلاف مش في عدل ستيندرات لا اللي اختلاف ان محرك الاربع ستيندر بالتيربو بيستهلك نص استهلاك الفي تين من البنزين وكمان وزنه بيكون اقل بكتير يعني المصنع ممكن يختار ايه محرك الفي تين صوته جميل بس مكلف وتقيل ولا يروح لمطور صغير في تيربو يوصل لنفس الاداء ويرضي القوانين والزبون النتيجة ان الشركات واحدة ولا الثانية برقت تسحب نفسها من محركات الفي تين اولهم كان بيم دابليو بيم دابليو وقفت انتاج محركات الفي تين في سنة 2010 بعد كده جات ليكزيس اللي الف ايه كانت اخر واعظم في تين منهم وتقفل في 2012 ولكن اللي لسه لحد الوقت مكمل بالفي تين هي شركة لمبارجيني الوحيدة اللي لسه محافظة على الفي تين في الهوراكان بس لا ترى لحد امتى كأنك بنتفرج على جيل عمال يموت جيل مات بسبب القوانين ومنحاسب قاعد في شركة بيقول هو الصده هيزود ايه من المبيعات بس الحقيقة ان الصده لوحده كان سبب اننا نقعة في حب العربيات وحركات الفي تين كانت على مفتاقية خسارات صدها مميز وعدها جبار بس للأسف مشت مع الزمن والابتصاد والتكنولوجيا الجديدة زقوا الصناع له لبقى ابسط واكثر عملية بس اللي عمره ما يتكرر هو الاحساس اللي محرك الفي تين بيحسك بيه بقى بتحب النقلة من المحتوى اعمل لايك وسبسكرايب وابعته لحد بيعشاء الصده زيك وقللي في الكومنس هي اكتر عربية في تين نفسك تجربها باتنسوش تتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت اشوفكم الفيديو اللي جاي سلام